لو احنا عايزين بقى لتclassify ال time dependent signals هيبقى في عندنا كزا نوع من انواع الclassification فبداياتا ممكن احنا نقول اول نوع للclassification ممكن نكلم على predictability of their behavior ممكن تبقى signals يعني ان هي ممكن بتتغير بطريقة ما نقدرش ان احنا نعمل لها prediction او deterministic يعني لها يعني form محددة بتفولو زي مسلا cosine signal او sine signal او حاجة زي كده النوع التاني من الclassification ممكن احنا نتكلم according to variation of their time variable and amplitude يعني السيجنال بتاعتنا بالنسبة ال time variable ممكن تبقى continuous time او ممكن تبقى discrete time يعني السيجنال متعرفة عند كل الوقت او متعرفة عند بعض الاوقات يعني discrete values بس يعني واحد اتنين ثلاثة اربعة بس واحد لنصر مش متعرفة مثلا بالنسبة لل amplitude ممكن نتكلم على حاجة اسمها analog signal or discrete analog or discrete amplitudes اوكي or digital اوكي هنتكلم على الجزء ده بالذات اكتر شوية ودي بتبقى لا علاقة بان انا ازاي باخد الامبتود ده وحاوله من الانالوج لديجيطال ممكن برضو classify signal according to the energy content ممكن نكاركترايز السيجنال بتاعتنا ان هي اما finite اما infinite energy signal يعني بمعنى ان هي السيجنال نفسها بتحتوي على finite amount of energy او infinite amount of energy ممكن نتكلم برضو عليها in terms of repetitive behavior هل هي periodic ولا مش periodic ممكن نتكلم عليها برضو in terms of symmetry لو هي عندها symmetry with respect to a particular location مثلا ممكن نتكلم ان هي اما even يعني اما odd او يعني عادة symmetry بنتكلم على with respect to time origin مثلا يعني بس ممكن طبعا احنا نعمل تجاوز احنا نقوله والله time origin بتاعنا ممكن يبقى في نقطة محددة مختلفة عن النقطة اللي هي zero يعني بنكلم برضو على dimension of support دي ممكن نتكلم على حاجة support طبعا معنى ان السيجنال بتساوي non zero في add a يعني في time period add a فممكن تبقى non zero في finite duration من time او ممكن تبقى infinite معنى ان هي من minus infinity to infinity بتبقى لها قيم وقيم بتكلم على قيم non zero انما finite دي معنى ان هي non zero في منطقة صغيرة وبقيت الاماكن كلها مالهاش قيمة اشتركوا في القناة